تابع وزير السياحة والأثار خالد العناني مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت الموقفة التنفيذية لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقعي ما بين الوزارتين في نوفمبر الماضي يأتي ذلك الاجتماع للتأكد من سير العمل وفقا للخطط الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ كما تمت منقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تطويع التقنيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية قطاع السياحة منها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والأثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة